السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة ديال 30 في شهر 12 غدا 31 آخر يوم في السنة وغايكون آخر يوم بالنسبة لبعض البونوسات اللي غدينتطرقوا لها في الفقرة الأولى غدينشوفوا البونوسي إخوان دي البنزينة والقازوال غدا آخر يوم نتمنى أنكم تبروفيتيو وكذلك غدينقول لكم أشنو غدا يوقع من بعد غدا يعني نهار واحد في شهر واحد غن تكلمو كذلك إخوان على البونوس السوشالي البونوس ديال الطاقة اللي كيت تعطى في البوليتات الجديد فيه وكذلك البونوس ديال النقل لفي 60 أورو طريقة قانونية للاستفادة حتى الشهر الجاي يعني شهر واحد غن تكلمو كذلك على الشوها والروينا والمعيور والحركات الأخلاقية اللي كانت في البرناماء الإيطالي اليوم والمضاربة اللي كانت ما باليمين وكذلك المعارضة على بعض القوانين للمعارضة ما كانت شبغاها الدوز ولكن دازت سنتكلم على أشنه وقع وأشنه هي هاد القوانين وعن ماذا تتحدث كيف مغنمشون تكلموا علي إخوان وحدة من الجرائم اللي غيرات المجتمع الإيطالي المقتل ديال يارا جامبي رازيو الفاتاة اللي كان عندها 13 سنة واللي اختفت لمدة 3 شهر ومن بعد غير قول جثمان ديالها من بعد 12 سنة هاد القادية ما زال يا إخوان كتقسم المجتمع الإيطالي لأنه التحقيق في هاد القادية كان أعقد تحقيق في التاريخ ديال إيطاليا وربما كذلك على المستوى الأوروبي لأنه كنت وفت في أي دولة في العالم مو حال واش كانوا يوصلوا للقاتل والطريقة اللي وصلوا بها وشدوا بها القاتل رأى كأنها فيلم يعني حتموا خريج ما غطيش عليه سيناريو كهذا هالشرك يخلي أنه والنس ديال إيطاليا يقولك نعم هو القاتل والنس التاني يقولك لا هادك السيد ماشي هو القاتل عير تحقيق كلفهم بزاف ولذلك كان خاص من يلفقه للقاتل ديال هذيك البنت للشي واحد وجات فيه هواية وغنت تكلمو دائما على الضم اللي تعرض لي محمد فكري شاب المغربي اللي رجعوا الباطل كان غديل طنجة من وسط الطريق باش يقدروا يشدوه وتبين بلا أنه كان عير مظلوم وهذا القادية من ربع 12 عام رجعوك يتكلموا عليها البارح واليوم لأنه القادية اللي وصلتها السيد ياخد الحفز ديال المؤبد يعني القاتل وليشداته حاليا متابعة بالتهمة ديال التضليل في القادية دياله ولذلك كان يا إخوان نقاش بزاف وجدال كبير وغنت تكلمو عليه وكيفما العادة أشكركم جزيل الشكر على الدعم ديالكم للقناة والناس اللي ممشاركاش الشاركة بشوقوا تصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقرة يا إخوان غتكون فقرة من أجل التحذير يعني غدا غيكون آخر يوم السكونتو اللي دير الحكومة الإيطالية في البنزين والغازوال ولذلك اللي بغي ديري إخوان الماثوطة اللي سانس غيكون من الأحسن أنه اليوم في الليل تقدير إذير الماثوطة لسانس لأنه من بعد 31 في شهر 12 أي ابتداء من السنة القادمة ما غيكونش دك سكونتو ونذكركم بالله أنه دائما هات سكونتو اللي كانت دارت الحكومة ديال دراقي في الأشهر الماضية وكانت القيمة ديالو 30 سانتيم ونص من نجاة الحكومة ديال جورجا ميلوني نقصات من القيمة ديالو أولى عير 18 سانتيم في كل لطر ديال البنزين أو ديال القازوال ولذلك الحكومة ديال جورجا ميلوني مطاولات هاد البونوس وخلاته عير حتى النهاية ديال السنة يعني 31 في شهر 12 اللي هو يغدى وابتداء من بعد غذي تزاد 18 سانتيم في كل لطر ديال الماثوط وديال اللي سانس هاتشي علاش اللي بغي يدير مثلا البيانو غيكون أحسن لأنه مثلا في 40 يطر رك توفر سبعة أورو طبي يتحلي إخوان الأتمينة ديال بنزين والقازوال مؤخرا راه من نزله إلى لاحظنا الأسبوع اللي ما بين 19 و 25 يعني الأسبوع الماضي اللي أتمينة كانت كما يلي عدنا أورو هو 62 في البنزين وهالثمن مش فناش منذ شهر سيديال 2021 أما القازوال راه دير أورو هو 68 أو 67 في المتوسط وهالثمن راه مش فناش منذ 31 في شهر واحد ديال 2022 تقريبا عام ملأة من نزلات كيفما هي نازلة حاليا طبي يتحلى هاتثمن اللي كانت كلمو دابرة في المتوسط ربما يقدر يكون حتى أقل في بعض المناطق أنا مثلا إخوان شفت البنزين يدير الكوناد اللي كانت في براتو واللي هم أرخص يعني في جميع المناطق ديال إيطاليا البنزينة راه ديرها أورو سبع وخمسين والغازوال دير أورو واحد وستين ولذلك التمن ديالهم ناقص ناقص بزاف طبي يتحلى النصيحة راك نعود نكرر هو أنه الواحد يدير البنزين والغازوال غداء إن شاء الله باش حتى نهر واحد في شهر واحد العام الجاي غا تكون زيادة ما يخلصاش على الأقل في البيانو اللول وباش نبقوا دائما في القوانين اللي دارت الحكومة نذكركم بالله أنه الحكومة ديال جورجا ميلوني حيدت هاد البونس ولكن دارت بونس تاني يعني ماشي دارته هو كان يتعلق بالبونس السوشالي اللي كيت تعطى الناس اللي عندهم ليزي قل من 12 ألف أورو دبع حاليا رفعته إلى 15 ألف أورو ولذلك جميع الناس اللي عندهم ليزي قل من 15 ألف أورو رغى يتوصلوا بهاد البونس السوشالي يعني ووحد تسكونتوا في البوليطة ديال الضوء و ديال الغاز ناهيك على هدف هاد الأيام الماضية بزاف ديال الإخوة في الإنستغرام سيفطولي يميساجات ديال الصور ديال البوليطة ديالهم كل اللي واصله ناقص 700 كل اللي واصله ناقص 500 كل اللي واصله ناقص 400 كل واحده على الحساب ولذلك هاد الناس كاملا يعني هوا ما ولو وصلتكم حتى انتوما راه انتوما كتتسالوا لهاديك الشركة ديال الطاقة 400 700 أو 500 أورو وفي البوليطة الجاية سيبقوا كل مرة سيفطوليكم البوليطة تخاويين و سيقولون لكم شحال انتوما كتتسالوهم علاش هاد شي لأنه في الأشهر الماضية خلصتوا البوليطة بالتمل العادي وليزي ديالكم كان نازل وحيث ما خصك تدير لها طالب لاتشي حاجة هادك سكونتوك يجيب طريقة أوتوماتيكية وحيث كان من الصعب تطبيق دياله كان خصص ملقوا واحد الطريقة باش يوصلوا لجميع الناس بشوية بشوية كيوصلوا لجميع الزبناء وكيدروا الحساب وكيشوفوا بشحال خلصوا وبشحال كان خصكم تخلصوا لأنه عندكم سكونتو وكين اللي خلص 700 أورو أكثر كين اللي خلص 700 أورو أكثر وهكذا وهذا الشيء لش كسيفطوليكم البوليطات لاخرين خاويين بل بالعكس انتوما كتسالوهم الفلوس سابقا كانوا الشركة اشنو كيدروا سابقا كانوا إلا انتوما كتسالوهم الفلوس وكين سيفطوليكم الشيء كتبشوا البنكا وكتأخذوا الفلوس اللي كتسالوهم ولكن دابا وكيحتفظوا بالفلوس عندهم وكين سيفطوليكم ديكناقة السبعمية ديكناقة السمية وكيبقوا ينقصوا لكم بشوية بشوية هم ما ما غايخرجوش الفلوس وحش انتوما ما ما غايخرجوش بشب الليطات ديال الضوء ولا ديال الغاز فهذا الفقرة يا إخوان غادي تكون واحد الفقرة ربما طويلة شوية ولكن كتساهل لأنه وغن تكلموا على أعقد تحقيق وأعقد جريمة وقعات في إيطاليا في السنوات الأخيرة وصراحة جريمة اللي من بعد 12 عام ما زالك تقسم المجتمع لإيطالي كي النص اللي تيقول لك هات السيد اللي هو يا ماسيمو بوساتي هو يا المدنيب وهو يا القاتل يا يا راقام برازيو ولكن كي النص ديال المجتمع اللي تيقول لك هو يا باريء ماذا يروالو وحي تخسروا بزرد الفلوس في التحقيق كانوا لابد ما أنهم يلفقوا التوملشي واحد وهات السيد هو اللي جات فيه ولذلك هو داخل ظلما إلى السجن حاليا محكم عليه بالمؤبد ولكن يا إخوان تحقيق اللي داروا على يارا أعقد تحقيق اللي كان عن المستوى الأوروبي وربما عن المستوى العالمي لأنه كانوا يقع في أي بلد في العالم ما كانوش غيوصلوا لهات السيد فإيطاليا وصلوا لي ولكن كلفهم بزرد الفلوس وهذا الشي اللي ستسمعوا راه لا يصدق وتيقوني راه ما كنبالغش فيه راه داك الشي اللي ستسمعوا راه ما يدخلش الراس وحتى أنتم ما ستقاسمه ستقولوا ما هو فعلا هو اللي قاتل أو لا وخصوصا أنه الناس اللي قديمة في الطاليان عاقل على هذه القضية مزيان أرى كانوا يتكلموا عليها ليلو نهار خصوصا إحنا كجالية مغربية أرى كنتذكروا محمد فكري اللي يا إخوان شدوا بالتومة القتل ديالها وطلع بارئ من بعد طبية الحال نبدأ ونلقي السيد يا إخوان وكل شي سيبدأ نهار سالسو عشرين في شهر 11 ديال الفين وعشرة سالسو عشرين 11 ديال الفين وعشرة يارا عند تلتشر عام ساكني إخوان في هذا المنزل اللي كتواجد في برينباطي دي صوفرا كان في بروفينشا ديال بيرغامو هاداك النهار نهار سالسو عشرين خصوصا تتوجه إلى الباليسترا اللي كتدير فيها يا إخوان دروس ديالة الرقص ما كانش عند الدرس ديالة النهار ولكن المعلمة ديالة محتاجة واحد المسجالة غادي سيديها لها وخف الأول لأخت ديالة هي كانت خاصة سيديها ما علينا غا تخرج من الدار مع الخمسة ونصف غا تقول لأم ديالها غادي رجع مع ستة وخمسة واربعين دقيقة ومع ستة وربعين دقيقة خرجت من الباليسترا خمسة دقيقة باش توصل كانت يعني در ريال لي دريويشا يعني در ريال لي كتقلم زيان أم هتمرت دراسة ديالها وبالريادة ديالها ما كيش حاجة أخرى اللي غادي نزيد نقولوها على يارا الموهم غادي ستخرج من الباليسترا ديال النهار غا تلاقى في الخرجة ديالها مع الأب ديال واحد الزميلة ديالها وهذاك السيد غا يقول لهم أنا مني نزلت من الطموبيل كانت ساة واربعين دقيقة ولذلك الوقاية اللي خرجت من الباليسترا معروفة ما غاديش ترجع للدار ديالها ومن تمي يا إخوان ما غاديش تبقى تبان والبحث عليها غايدوم أيام وأشهر طويلة لأنه هي إخوان يارا غادي تختافي وما غا ترجعش للمنزل ديالها هذك النهار الأم ديال غادي تعيط لها ربعات ديال تعيطات غايت سافطلها ميساجات ولكن لا جواب غايبدو إخوان البحث وغايجيو فرق من جامع إيطاليا فرق اللي هي متخصصة في البحث على الناس اللي هم مفقودين فرق ديال المتطوعين فرق اللي غايجيو إخوان من سويسرا غايجيبوا واحد الكلاب اللي هي معروفة يا إخوان مشهورة وهذك الكلاب اللي وقت اللي هتوصل لبالاسترا ما غايخرجوش من الباب الأمامي اللي خرجات منه يارا بل غايخرجوه من الباب الخلفي ومع ذلك رجال التحقيق قالوا ما تعرف يقدروا هذ الكلاب يوصلون للمكان ديال يارا غايبقوا تابع الكلاب حتى غايوصلهم إخوان لواحد الكنتيري الكنتيري كان خدام فيه محمد فكري وأشنو غايدروا يرجاع الشرطة غايبدو يستامعوا لهواتف ديالهم وكذلك يعيطوا لهم كل نهار كعيطوا الواحد باش يستنطقوا ويسمعوا الكلام دياله غاي عيطوا يا إخوان المحمد فكري نهار 3 في شهر 12 ديال 2010 غايمشي عندهم يعني من بعد تقريبا شهر و 15 يوم غايمشي عندهم غايمشي عندهم يعني كتعرف يا را نعم كنعرف لي أنهو الأخبار كنسمعها راها توفات ولكن ما عمرني طلقيت بها وما عمرني ما شفتها وغايقوا لي مغدى اللي هو يار 4 في شهر 12 را عندي الباطو نحو المغرب المهم ما كينشي شوكوك نحو محمد فكري سيد لي هو عادي ما عندوته شي شوكوك غاينطالقي إخوان في الباطو اليوم اللي من بعد مني غادي نطالق فالوقيت اللي غادي نطالق غايجي واحد الخبر كالصاعقة للكوميسارية دي المدينة بيرغامو قل يارب تسمح لي يا راني ما كنتش بغي نقتلها وهذا الشيء غيخلي أنهو رجال الشرطة غايجي سيفطوي إخوان جوجي الباطوات من موانئ مختلفة ديال غواردة دي فينانسا بكل سرعي إخوان غايجي نتاجو نحو الباطو اللي كان فيه فكري باطو اللي كان طالق من جينوفوك وصل طنجا بحال هادو اللي كان ندابايا المهمي إخوان هادك الباطو كان نخرج من الحدود الإيطالية يعني الحدود البحرية ومشال الحدود الدولية ولذلك غايوصلوا يا إخوان الباطو ديال غواردة دي فينانسا غايطلعو غايتكلموا مع الكابيتان غايقولوا لي شوف رجع الباطو إلى الحدود الوطنية الإيطالية باش نقدروا نشدو ذاك السيد رايش يكن فيه غايرجع الباطو يا إخوان غاينزلوا فكري غايديو الكوميسيرية ديال مدينة بيرغامو وممكن أنكم تخيلوا الأخبار كل شي كي يتكلم على فكري هو القاتل صافي بالنسبة للمجتمع الإيطالي هو اللي قتل وخيعني باقي المستمعوش لي باقي المعرفوش الحجة ديالو وباقي المعرفوش بزادي الأشياء وصراحة أطروا عليه بزاف وخرجوا عليه بزاف لأنه من البعد مسكين ما غايب قاش يلقى خدمة يا إخوان لأنه الناس كانت شكا فيه نتمنى أنه والأمور الحالية تكون تحسنات وكن حيوه لكني إخوان هو أنه محمد فكري عنده واحد الحجة من دهب النهار اللي اختفت فيه يارا هو كان في العيشة مع الأصدقاء ديالو والأصدقاء كينين وشهدوا الصالح ديالو ولذلك دوز تلسيام ديال الحبس وغادي يخرج المكالمة الهاتفية من بعد إخوان ما ترجموها 11 مترجم غايصح هواحد المترجم وغايقول لي مره قال يا ربي ذاك الشخص اللي أنا بغنعيط لي يا ربي جوب المهم الطريق ديالفكري غايصدوه لأنه ما مخرجلتشي حاجة وغايكملوا البحث يا إخوان على الجثمان ديال يا را غام بيرازو غايقاوه تلت شهور من بعد بالتحديد يعني كنتكلمو عنه نهار السوء عشرين اختفات ديال شهر 11 نهار السوء عشرين في شهر جوج غايقاوه يا إخوان في هذا الحقل اللي كتشوفوا معايا غايقاوها من بعد ما أنه واحد السيد كان كيد درب بالطيارة ديالو هذك الطيارة يا إخوان اللي عند التليكموند غايطيح لي غايقون عندها عطب غايقوا بشي جيب طيارة ديالو وسبحان الله غايقاوه إخوان لغايقاوه لجثمان لو قيت اللي غايقاوه على الجثمان بطبيعة حلي إخوان ما كينتشي شك سريعا غايقاوه غايقاوه يتعرفوا عليها بلا أنه راه يارا خصوصا أنه الملابس اللي اختفت بها هي نفس هالملابس اللي كينه في الأخر حي كانت الشي إخوان والأجواء ممزياناش غايهو الزو التربة كذلك يعني غايهو الزو تراب وغايهو الزو الجثة باش يشوفوا كذلك واش الجثة كانت تماية تلتشهر كاملة ولا يعني تم تحويل ديالها الناس كتقول لك اللي راه مستحيل تكون تمحنا راه قلبنا هنا خصوصا أنه كين هنا واحد ديسكوتيكا قريبة تتوفى واحد لدومينيكانو مهاجر وكان يعني قريب من الجثمان ديالها وجاوا رجال الشرطة وهزوه كل شي ولكن مالقوش الجثمان ديال يارا المهم تشريح من بعد غايبين بلا أنه يارا مع مرة ما غادرت ذاك المكان توفات ومنذ تلتشهرية في ذاك البلاسة وهنا غانجيو الأشياء المهمة وسامعوا معايا مزيان كيفاش غايوصلوا لي إخوان لها تسيد لأنه الطريقة اللي غايوصلوا لي بيها أراها ما تدخلش للعقل أراها ربما يا إخوان أعقد تحقيق وأغلى تحقيق غايدروا فيه كتر من 16 ألف تحليلة ديال ديان أ عاربتي باش تدير تحليلة ديان أ خاصتك تسن مدة طاويلة تمام ديالها مكلف ولكن هما غايدروا 16 ألف تحليلة ديان أ علاش شوفوا معايا هات الصويرة ياراي إخوان مني غايدروا لي هات شريح غيرقوا أولا ما تغتاسباتش يارا كانوا عنده ثلاثة الجرحات فقط على المستوى ديالت الرأس والتشري وحدة فيهم مقاتلة يارا ما تتب البرد ولذلك أشنو قع لي يارا أشنو هما الأدلة اللي غايدروا عليها واشغلقوا بصامات واشغلقوا آتار ديال ديان أ فعلا يخوان غايدروا بزاف ديال آتار ديال ديان أ ديال أشخاص لي هما معروف واشخاص معروف بحل المعلمة ديال بحل الأباء ديال ها نسلم العائلة والأصديق غايلقوا هنا في الجنب ديال وبالتحديد في الزليب يعني الملابس الداخلية ديال ديال يعني فيك يتلاقى هنا اخوان تكون ديال الخياطة في الجنب غايلقوا واحد لاتراس ديال 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 واحد الشخص غايل يسميوه المجهول رقم واحد هذك المجهول ما عارف شكونا هوايا غايقلبوا في الداتا بايس في الحاسوب ديال واشكين هاد سيد ديال داخل الحاسوب ديال لما ما كان ولذلك خاصنا نقلبوا على السيد اللي يقتلها شكونا هوايا طيب يتحل اخوان عملية معقدة وتم ما غايل يدير غايقول الناس ستطوعيا جاي شوية ولذلك بغاو يعرفوا شكونا هو القاتل بطريقة غير مباشرة غايبدا يقربوا منه شوية بشوية غايبشو بزف ديال المتطوعين ولكن اخوان رح كانت الفيلة واللي عاقل على الاخبار رح كانت الناس كدير الصف باش يعطي اخوان تحاليل باش يتعرفو على القاتل يال يال لأنه هذي من اهم الجرائم اللي ذات في ايطاليا واللي اطرت بزاف الايطاليين وما غير قواله ولذلك رجال الشرطة والمحققين غايقترحوا انه ميديرو وحد تحاليل طوعية كذلك في الديسكوتيكا اللي قريبا من المكان ديال الوفاة ديال يارا بطبيق الحال المكان اللي توفت في يارا بالنسبة المحقققين سيد اخوان شوفوا معي ذك شح معقد غاي تبين بلان وكين واحد الديان قريب بزاف الديان ادي المجهولة رقم واحد واللي الحدود تسعب ايما ممعرفش هادك السيد غاي القو بلان هو الام ديال كانت تخدم عند العائلة ديال قام برازو هو من توفت يارا سيفط وحد الرسالة ولذلك بدأوا الشقوق ديال الشرطة غاي يمشي ويعتقلوه غاي سامعو لي وهو عنده حجة من ذهب نهار اللي توفت يارا كان في البرو ما كان في الطالية نهائيا اشنو غاي قرروا يديرو رجال الشرطة غاي بنيوا الشجرة ديال العائلة ديال 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 مجهولة ديال 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 قريب لدراجة كبيرة كبيرة وليس بدأوا يحق معهم ديال 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 مطابق مئة في المئة ولكن قريب بزاف وهذا السيد اللي هو المجهول الرقم واحد علميا بالنسبة اخوة المحقيقين هو اخ ديال هاد الناس غيمشوا ويشوف الاب ديال ديال هاد الاب أخرى خارج إطار الزواج والتي تشوي واحد ما كان عارف به. ولذلك سيدي إخوان اللي هوي الأب ديانهم مش ودروا عليه التحاليل. تحاليل فين دروها. أولا مش وخدوهم العدل عائلة براوات. براوات اللي كانت صافتهم سابقا وكانت توصل بيهم من هذوك البراوات اللي كانت تقدير التنبر بالدفال. رطاب يتحلي إخوان غيزوا لاطراس على هذك التفال اللي كانت يلصق به. وغيتبين بلا أنه لدي أين أضياله هو مطابق. يعني علميا هوي الأب ديال القاتل وهوي الأب ديال المجهول رقم واحد. بطبيعة الحال باش يتأكدوا أكثر غي يأخذوا ترخيص وغي بشو الجزمان دياله يعني القبر دياله وغي يأخذوا منه يا إخوان واحد الأجزاء اللي غدر عليها التحاليل. وعلميا المحقيقين المتيقنين أنه السيد اللي قتلياره أو على الأقل لاطراس اللي يلقاوا على الملابس الداخلية ديالها دياله دياله ولد هذك السيد اللي مات في الف وتسعمية وتسعين. وحزميس ما يقدروش يستامعوني. أشنو غي يديرو؟ غيمشوا يشوفوا ويبحثوا في الحياة دياله السابقة. غي نشروا الخبر وغي يقولوا بلا أنه هات السيد راه والد خزنا مع واحد المرأة يعني والد واحد الولد اللي تشي واحد ما عارفه. إلا شي وحدة والد مع هات السيد وكتعرف وكانت عندها معا علاقة سابقة تجي عند البوليس وتعترف وتقول لي مراني والد مع هات السيد باش يشدو الولد ديالها. نشروا الخبر في الأخبار ولكن تشي واحدة إخوان ما تقدم. أشنو غي يديرو؟ غي يبنيوي إخوان الماضي دياله. وغيمشوا البلدية اللي كان ساكن فيها دائما قريبة من المنطقة قبل ما يتحول منها في الماضي وكنت تكلموا على ثلاثين عام ربعين عام هاتي. وغي يجمعوا جميع النساء اللي كانوا ساكنين سمايا واللي كانوا خمسمية. وغي يديروا ليهم بتحليلة وغي يحاولوا أنهم يطابقوا الديان اا ديال المجهولة يطابقوا الديان اا ديال هذوك النساء. ويتمنوا أنه يلقوا الام دياله سمايا. طيب اتح المعلومة اللي هي مهمة ما غندخلش معكم في التقنيم بزاف ولكن خسكم تعرفوا بلا أنه أي شخص في الدنيا الديان اا دياله ما كيشبهش الديان اا ديال أي شخص آخر. ولكن في الديان اا ديالنا كاملين كين واحد نوع ديال ديان اا تاني اللي عدنا كاملين لهو يديل الام هاتي ديالنا. يعني الاخوة كلهم عندهم الديان اا الخاص بهم وكذلك ديان اا اخر اللي هو يديل الام ديالهم. المهم غي يهزو الديان اا ديال الام اللي كان في الديان اا ديال مجهولة رقم واحد وغي يقارنو بهذوك النساء. المفاجأة هو أنه التحليل ديال 500 تحليلة ديال ديان اا غدي يطلع كلها نيغاتيف يعني الام ديال مجهولة رقم واحد ماشي ما بين هذوك النساء. المحققة والقادية اللي متبع هاد القادية متأكدة بلا انه كينشي خطأ. وكتقول بلا انه يا الساحيل الام دياله لا بده ما غدي تكون ما بين هذوك النساء. وكتطلب من المحققين والعلماء انهم يعودوا الحسابات ديالهم من جديد. غيتبين بلا انه كان وحد الخطأ كبير قدو قدو واحد المنزل. خطأ كبير. والشرح دياله من بعد في الصحف غيقولوا بلا انه خطأ راجع للسترس. كانت الزربة وكان سترس بزاف. هزو الديان اا ديال الام اللي هو كان في الديان اا ديال يا را يعني بحلق قارنوا الام ديال يا را مع الامهات الأخرين. وكيقلبوا على الام ديال يا را ما بين هذوك خمسمائة ام. واللي هو شيء لهي غالط. في الاخرى شنو غديديرو? تبين بلا انه الديان ا ا ديال المجهولة رقم واحد ما فيش الديان ا ديال الام. ولي ذلك غيب شوي شوف وحد الجزء من ديان ا ديالو اللي قالوا عليه نادر. وقارنوا بل امهات الاخرين الخمسمية. غيل قوحت السيدة اللي دي انا ديالها مطابق. اهنا اسمعوا معي مزيان. لو قيس اللي غيل قو ديك السيدة غي عيطوا ليها والدا مع هات السيد كدتي كتعرفي كده كده السيدة نكرات. وطاب يتحل ممكن انكم تخيلوا الزلزال اللي غيوقع في ديال دار. ام اللي عنده وليدات ديالها راجلة كتعرفوا مش حال مجوجة معها بكري. اتي يقول لها راك والدا مع واحد اخر. وطاب يتحل اي واحد غادي ينكر قطيم الابناء ديالي هم هادو والداهم عباهم. طاب يتحل مني غايب شوي شوفو. الديان ا ديال المجهولة رقم واحد بالابناء ديال ديك السيدة غي القاو الديان ا ديال الابن ديالها بوستي مطابق بنسبة 99.99. علميا الديان ا اللي القاو اخوان على الزليب ديال يارا قام بيرازو. هو يا ديال بوستي ما كينش شك نهائيا. طاب يتحل الحاجة اللي غلل نشرح ليكم ووقلته لكم سابقا هو انه ولقو بزف ديال الاتراصات ديال ديال اخرين على الملابس ديال اليارا. ولكن بالنسبة للرجال تحقيق. هادك الدي ومن خلال هذا الشيء الذي ينتميه هو الديان الوحيد الذي سيكون القاتل لأنه من الصعب جدا الوصول الى الملابس الداخلي ومن خلال هذا الشيء الذي تبين هو أنه فعلا الام بوستيتي كانت تخدم في الضيور يعني البلدية التي كانت تساكن فيها قديما كانت تخدم في الضيور وكانت تخدم في الضار ديال ديال سيد لمات في 1999 ولذلك ستتحول هي والزوج ديالها من هذه المنطقة ستتحول ونوقع تلك التحوال ديالها كانت حاملة ربما هي مقتنعة أنه راها حاملة من الزوج ديالها ولكن كانت عندها علاقة مع السيد اللي كان تخدمه في المنزل دياله ولذلك حتى السيد اللي توفى اللي قنات توفى في 1999 ربما حتى هو مكانش عارف بالوجود ديال هاد الابن ولكن علميا السيد راها كانت تخدمه في الضيور حملات مع السيد اللي كانت تخدمه عنده هاد شي يقول العلم وحقيقا لي ممكنش الانكار ديالها ولكن هم يخوان كل شي نكر لأنه كنت تكلم عن واحد فاضحة كبيرة ولولا هاد القادية ديال يارا مكانت عمرا غادي تخرج الى الوجود والتشي واحد مكان غاي عرفها نجي وده بنشوفه اشنو كيقول ماسيمو بوساتي لهو يخوان الحدود الساعات يقول انا ماشي قاتل انا باريء وانا مدرتشي حاجة الدلع اللي ضدوشنا هي هو انه الكاميو دياله طبي يتحال القول لانه الفرش اللي كان فرش به الكاميو لقوا لاطراز ديالهم في الحويش ديال يارا ومان يجي ويشوفوهم ياخوان واش مطابق الفرش اللي كان الكميو دياله ديال البناء القواهية هي انا بيتحال علميا لا يقدروا شي يتبتوب لكنه فعلا ديال 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 بالكميو لانه الكميو رأى ما كيخوار شعير واحده كي تعطلها تسيد تتخرج الموديل لاسب الالاف ووما قل لك هذا الموديل الذي كان ركب فيه بوساتي نفس الانسيجة ونفس التوب اللي كانت ممايا هو نفس التوب اللي اللي قنا في الملابس ديال اليارا ربما يقدر يكون كامية أخر ولكن ضيجة هو خدم في القطاع دي البناء وصيق ذاك الكامية ولا ترس دي الكامية تي القوم في الملابس دي اليارة بالنسبة للقضاء أرى شيء اللي هو كي يحسم القضية حاجة أخرى اللي خلت أنه القضاء يحكم عليه بالمؤبد هو أنه في الرية دي اليارة القوم لأنه تنفسات يعني كنت تكلموا على أشياء غير مرئية ولكن رات تشرح مني تيديرها والمختبرات كبير لهم أشياء كثيرة لقوا عندي واحد الغبرة خفيفة بزاف اللي هي غبرة دي البناء اللي متكونة من سيمة متكونة من الغبرة متكونة من حديد وهذا الشي هو مطابق بالخدمة دي البناء نفس الخدمة اللي كي يدير بوساتي ونهار رشدو الفيديو رعا مشهور منا غيدخل عليه تلك كانت ياري وغيشدو فوحاد البونتاجو كان أديل الأخرين اللي هي مثلا إخوة الكاميو دياله اللي كان كيدور في هذه المنطقة دي البالاسترا وكانشي فيديوات اللي سجلوه ولكن بزار دي الكاميوات دازوا من ثم ماية وما قدروش يعني في القادة أنه محص بواحد من هذيك الكاميوات راه دياله ولذلك ما تبشي اعتماد على هذا البروفا من ناحية القادائية كان كذلك إخوة البروفا ديال لانطيرات ديال تليفون ديال الريزو لأنه لانطير ديالنا لابده ما كي تكون اكترش ببوتو ديال الريزو والشركة ديال اتسار كتكون عارفك حالي ننتك تتفرج في اينا بوتو تليفون ديالك مكونكتي والتحرك ديالك كيف يكون يعني انت لا تحركت من ميلانو روما را تليفون ديالك يبقى يغير البطوات بالسمرار وقدروا يعرفوا المصار ديالك عين عن طريق هذي البطوات وخد تكون يعني في تليفون قديم وما في اله جي بي اس لوله المهم ليكين هو انه بوساتي ويارا في واحد اللحظة عنده من نفس البطوات اخوان مكونكتن فيه تليفون ديال يارا من بعد غد يغبر في الجيب دياله غير قوبل انه كان الباتري وكان السيم لكارت ولكن اجمالا بالنسبة للقادة ماشي بروفا ضده لانه هو المنزل دياله هو هذا المنزل ديال يارا هو هذا عادي جدا وهذا شي قلوت تقنيين عادي جدا انه بجوجو متكونكتاو في نفس البطوات ولذلك ما تشمش الاعتماد هاد البروفا وخيعني على المستسوى ديال الاعلام عطاوا يا اخوان اكثر من القيمة دياله هاد الحجة ولذلك كيمزف ديالاشياء اخوان بالنسبة لنصف ديالياليين هاد السيد ماشي هو الاقتل غتقولي عنش تكلمت على هاد القادية اليوم انا صراحة ان كتب غنتكلم عليها مرارا وتكرارا في الاشهر الماضية لانه من بين اهم القضايا وقلت علاش واحد نهار لحد في عيوض ما نسجلش نشور هاد القادية ولكن اليوم غنتكلم عليها لانه لانه نائب العامة اللي تبعث هذه القادية ولي دخلت هاد السيد للسجن اليوم راها متهمة بالتضليل فيما يتعلق بالدعانه تهمة تقيلة واللي خاص برأ راسها منها وهاد التهمة مني توجهت لها البارح وايطاليا مصدي الايطاليين تيقولك هادك شي لك انك نقوله هاد السيد راها عير تضلم هاد السيد ماذيروالو هاد السيد عير حيتخسروا بزاف ديال الفلوس في هادك التحاليل وكبروا بزاف تحقيق كان لابد دمش دوشي واحد ولا فقلوا يتهمه طيب انتحالي اخوان القادة الايطالي راح حسن في هاد القادية ميرار رونت كرام في الامتدائي المؤبد في الاستئناف المؤبد في المحكمة العلية المؤبد المحاميين دياله طلبوا على انهم يعودوا يدروا التحاليل لديان اللي يلقاوا ولكن سبعات المرات والمحاكم الايطالية من مختلف المناطق كترفض انها تعطيهم يدروا التحاليل على هاد القادية علاش لانه كتقول لهم دك الشي اللي القينا في الملابس الداخلية ديال يارا صغير بزاف ما غانتكلموش على الزغبة يعني كنتكلمو ربما يا اخوان على العشور ديال الزغبة او جزء من المئة ديال الزغبة يعني اشياء صغيرة بزاف علميا يستحيل اننا نعودو ندروا ليه تحليلها يعني ما نقدروش نعودو ندروا ليه تحليلها من جديد هاد الشي اللي تقولو يا اخوان المحاكم في حين انه رجال الشرطة العلمية اثناء المحاكم ما قال لك القينا واحد المطارية اللي كتير والجودة دياله عالية ولذلك يقولك علاش ما بغوش يخليونا ندروا التحاليل من جديد ولذلك اخوان هاد السيد اعلاميا كدهو عليه بزاف ذي الخبراء القانونيين وبزاف ذي الناس من جهته وستقولك كين اختراقات كثيرة في القضية دياله ما تيقولوش وش باري ولا مش باري ولكن المحاكمة دياله فيها بزاف ذي التغارات ناهيك على هذا القاضية اللي كيفما قلنا وصلته يا اخوان الحكم ديال المؤبد تهمة ديال التضليل فيما يتعلق بالديان اي لانه ما خزناتش الديان ار طريقة مزيانة الديان اي اخوان كان في المختبرات ديال الشرطة العلمية وكانوا محتار في ظنبيهم بالدرج ديال ناقص مانين يعني متلجين وكتحافظ عليهم بطريقة مزيانة اللي غتدير هات السيدة هو انه غتنقل دوك يا اخوان الاتراسات ديال ديال ديان اه الى المخزن ديال المحكمة والمخزن ديال المحكمة يعني فيه الجو عادي ودرجة الحرارة طبيعية ولذلك هادوك الاتراسات وهادوك الديان ا افقد الجودة دياله ولا يعني واحد الماطيريال اللي علميا ما عنده حتش فائدة وهاتش اعلاش متابعة حاليا خاصة يعني تبرأ راسة امام المحاكم ولكن بالنسبة للشعب الايطالي انا ركف ما قلت لكم كين انقسام بزاف ديت الناس كتقول بل انه هات السيدة راهباري وما ديرواله فهذا الفقر يا اخوان غدي نتكلموا على البونوس ديال ترونسبور واللي بقى تعير ساعات قليلة باش سالي ما غيتمش تجديد دياله السنة القادمة ولذلك غده هو اخر اجل 31 في شهر 12 وهذا القانون غي سالي في ايطاليا رطابية الحال حاجة اللي هي مهمة وكنبغي نسطر عليها مئة الاف مرة ما بغيتش ناس تدير اشياء اللي هي غير قانونية وتوليف مشاكل من بعد على قبل سسين اورو اللي كين هو انه القانون تقول البونوس ديال ترونسبور عندك امكانية انك تطلبه مرة في الشهر مرة في الشهر اللي طلبه في شهر 12 ما يديش هاد العملية لانه غي تسمى هاد الشي اللي اعطاهه لك را ما غي اعطاهه شلك ولكن اللي اعطاهه لك غدي تسمى طلبتي جوش ديال المرات وهنا غدي تدخل في مشاكل قانونية الى دار المراقبة وتبين بلا انه اخذتي واحد الحاجة وهي مش في الحق ديالك غي يطالبوك بها وربما تكوني اخوان متابعة قدائية ولذلك كنصحكم انه الناس اللي واخد البونوس مرة في الشهر مرة في شهر تسعود في شهر عشرة وفي شهر 11 وحاليا بقى ما تطلبتوش في هذا الشهر ممكن انها تطلبوه وكذلك تسافد يا اخوان من البونوس ديال ترونسبور حتى في شهر واحد الجاي اشنا هو هاد الحل هاد الحل كيفما كيكتبوه اخوان العديد من الصحف الايطالية ليس حلا غير قانوني هو قانوني البونوس منك تشيط البوتي يقولك حدد القيمة المالية اللي انت بغي تتخذ بها هاد البونامينتو الى انت ساكر فى مدينة روما لاببونامينتو ضيير 35 اورو ولذلك لاتخذ 35 اورو تطلب عير 35 نصيحة هنا هو انه الواحد يتطلب 60 اورو كاملا غاي خلص 35 اورو لاببونامينتو ديال شهر 12 وغتبقى لي 25 اورو اللي غاي خلص بها لاببونامينتو ديال شهر 1 لو قيت هي بغي تطلب لاببونامينتو ديال شهر واحد غاي خلصوا بها او انه الواحد الى ما عمره ما طلبه في هذا الشهر وعنده اخوان الابونمينتو سنوي سكادره في شهر واحد ممكن انه ده بحالي ان يطلب الابونمينتو ديال شهر 12 ويمشي بالسين اورو يدير الابونمينتو ديال العام الجاي اللي غينطالق له ابتداء من شهر واحد ولكن غينخلصوا دابا وهكا غينكون نقص على الاقل السين اورو هذه اشياء قانونية ولكن كنذكركم بالله انه لا يجب طلب هاد البونوس اكتر من مرة في الشهر اللي طلبه شهر 12 راح مخصوش يطلبو مرة اخرى واللي باقي من يطلبوش راح ممكن انه يطلبو في هاد الساعات يعني يغد على اقصاص قدير ويستفد من واحد السين اورو في الابونمينتو مذكركم بلا انه الابونمينتو ديال ترونسبور كتستفد من هاد السين اورو لدارت الحكومة ديال دراقي مشهر تسعود الى غاية نهاية السنة وكذلك اجماليا كدروا لكم واحد السكنتو ديال 20% او بالتحديد 19% اللي كرجعوها لكم في الستة ترينتا هذه السنويا على ولداتكم او حتى عليكم انتو ما الى عندكم واحد لابونمينتو ديال ترونسبور الى ديكلاريتو بيه في الستة ترينتا كرجعو لكم 19% يعني في كل مئة اورو كرجعو لكم 19% واللي ماشي سهلة فهذا الفقر يا اخوان غنت تكلمو عن الروينة اللي كانت في البرلمان الايطالي معيور وحركة غير اخلاقية ما بقاليم يا اخوان ولو يتضاربوا وهذا الشي كام على وحد القانون اللي داز اليوم غنت شرح لكم القانون اللي داز اشنو تيقول ولكن راكيف ما كتشوفوا معي العنوان هو اعتادر العنوان في الكوريا لدل السيارة يا حيوان اجلس هذا برلمانيين كتكلم مع برلمانيين اخرين المعارضة مع اليمين اليمين اللي حاكم بغضوز القانون والمعارضة ما بغاش داك القانون يدوز ونوضوها مضاربة علاش ننضس مضاربة باش نشرح لكم كل شو تفاهموا كل شي غير رجعوا اخوان شهرين الى الوراء الوقاية اللي تكونت الحكومة داك جورجا ميلوني فالوقاية اللي تكونت بدأوا يتكلموا على وحد القانون وعطاه اهمية كبيرة وخبر نسبة الايطاليين ماشي مهم هو القانون ضد الحفلات اللي هي غير مرخصة هادو كيريف اللي كتجمعوا فيهم الشباب وكتخدموا الموسيقى وكتكونوا فيهم كذلك المخدرات ووالحكومة قدت لنقوم باحتوا حد لهذا الشيء يجهموا من الدول الأوروبية كاملة ويجمعوا عدنا ما سنقابلوا بهذا الشيء ودركوا قانون هذا القانون يكمل مرسوم لي وعطاه قانون الدولة يجب أن يترجم للبرلمان ويتسيني عليه الرئيس الجمهورية ما يطرق الا وهذا الساعة يجب ان يعمل قانون جهرين اليوم اعطنا 10 دياله يكمل شهرين وكلما صوتو عليه في البرلمان كنت يجب أن يزم الماء من اغلبية وحكومة يعني ذلك القانون لم يكن يتم تطبيق ذياله ولذلك المعارضة كيف يتم تطبيق ذياله لكي هذا القانون لا يدوش خاصهم يوصلوا إلى 12 ديال الليل يأخذوا تدخلات وكل تدخل فيه 10 تقايق يأخذوا الوقت ذيالهم يطلبوا كذلك بتغييرات في القانون ويحاولوا أنهم يدروا جميع الأشياء الممكنة لكي تصل إلى 12 ديال الليل وهذا القانون لا يصوتوا عليه الرئيس المجلس المستشري ميلا ليغانورد يميني سوف يدروا قانون اسمه غيليوتينا غيليوتينا هي أحد الأذى الإعدام الناس كانوا تكيوهم في طاويلة يضعوا المراسم هنا وينزلوا بعد الحديدة التي تكون ماضية وتقطع للشخص رأسه ويضعوا في المدينة ويستعملوا في جميع الدول الأوروبية في القرون الماضية المهم هذا القانون قدروا نسميه إخوان بحبل المشناقة كيف يعني؟ أنه كان حبثوا جميع النقاشات كيف مكان النوع دياله وجميع التدخلات أكون صوتوا لأنه لم يبقى عدنا وقت ولا وصلاتنا جيدة لليل سوف يزن الماء سوف يصوتوا على هذا القانون والقانون سوف يدوز النسبة الأصوات التي كانت مع القانون هي 183 واللي كانت ضده 116 ولكن لا يصوتوا فقط عير على القانون الانتي ريف اللي هو يضد هذه الحفلات الغير مرخصة ولكن على قوانين تخصصها واللي هي كثيرة أولها يتم ورسميا إلغاء أو على الأقل تعليق جميع الغارمات المالية اللي كانت تعطى الناس اللي عندهم خمسين سنة وما فوق وما جلبوش وغارمات المالية كانت 200 أورو سوف يتم تعليقها إلى غاية 30 شرص السنة القادمة يعني هذه الغارمات حاليا لن يبقى تصيف طول الناس حاجة أخرى مهمة هو القانون التعديل لا يبقى إلزامي أنه الواحد يدير تحليلة منك يحسب الأعراض ولا يبقى إلزامي وهذه الأهم لا يبقى تحليلة من بعد خمس يام يعني الواحد إلت عادة ويطلع ببوزيتيف من بعد خمس يام لا يبقى تحليلة لكي يعرف أرسوله ما بقي ببوزيتيف يعني تسالي خمس يام يخرج لكي لا يغلطش منك يكون ببوزيتيف سوف يكون في اتصال مع الطبيب الطبيب سيقولي الأشياء يخص يدير نايك على هذا منبيل الأشياء الأخرى هو أنه الناس اللي كانت تطلاقة مع الناس اللي هم يببوزيتيف يعني يساكل معامل ولا شيء فهذاك الحالة كان يخصهم يديروا واحد الاحتياط اللي هو أنهم يديروا المسكرينة من نوع FFP2 هذوك البيضات لمدة دي العشرة أيام دابا خصوم يديروا معي الخمس يام ومن يتسالي دي الخمس يام ما خصوم يديروا تحليلة نهائيا حاجة خلال اللي هي مهمة هو أنه الـ Green Pass كانت تشرط على الناس اللي كانت بغير تدخل ديور دي العجزة حاليا هات الشرط مبقاش يعني أي واحد ممكن أنه يدخل ديور دي العجزة نايك على هذا وهذا من بين القوانين اللي كانت عليها المعارضة بزاف الأطيباء اللي هما يكير رفضوا الجلبة وضد الجلبة غايت تسمح ليهم باش أنهم يرجعوا للخدمة ابتداءاً من الأخر ديال شهر 11 ولذلك كان خصوم يبقى وإخوة الحسن اللي عمش جاي ويشوفوش يدروا معاهم ولكن الحكومة الحالية سمحات ليهم أنهم يرجعوا للخدمة ديالهم منذ تقريباً هذي شهر طيب يتحل هاد القوانين كاملة إخوة اللي كتخص الـ Green Pass وتخص الصحة ما كانش ليه صار متافق معاها ولذلك حاولوا أنهم يوقفوا القانون ولذلك كان معيور بزاف وهذا السيد بالتحديد اللي هو من الحركة خمسة نجوم صوروا الصحفيين يعني إخوان الصبع ديال هاد اليد مجهوا إلى رئيس مجلس المستشارين واللي هي واحد الحركة غير أخلاقية راكم فهمتوا زعمة ولذلك هو يقول لي من لا أنا رهما كتش ندير ذيك الحركة للرئيس ديال مجلس المستشارين أنا عير كتش نقول ليه اليمينيين أشنو كيقولوا لينا اليمينيين يقول لي ملك التراجل يجي عندنا نزل عندنا يجي عندنا وقدروا ليمذيك الحركة باليد ديالهم ولذلك كان يا إخوان يعني مشاكل يدراني الصغار وصراحة الشعب الإيطالي لو مراه تفرجوا إخوانه ويعود معها